قلب الدنيا بقى على السوشيال ميزيا اليومين اللي فاتوا دول هنتكلم عن الفنان تامر عبد المنعم الفنان تامر عبد المنعم دايماً بيطلع لنا وبيطلع وبيتكلم وبيكون عنده قراء جريئة جداً بيتكلم عنها وما بيكونش فيه أي نوم الأنواع يعني بيكون فيه جراءة وشجاعة في رأيه وبيعبر عن رأيه بمنتاز شجاعة طيب الفنان تامر عبد المنعم طالب بشكل صريح جداً نقيب الموسيقين أكيد طبعاً الفنان مصطفى كامل طلبه ان هو يوقف المطربين الكبار المطربين الكبار المعروفين المشهورين اللي احنا كلنا عارفينهم اللي بيستخدموا الفلاشة يوقفهم خالص تمام النقيب مصطفى كامل رد عليه وقال له حضرتك عارف كويس جداً ان انا ما بحبش قطع العيش ما بحبش قطع الأرزاء فطلب الفنان تامر عبد المنعم ان هو كل المطربين الكبار اللي بيغنوا بفلاشة يتطبق عليهم القانون زي ما بيتطبق على اللي لست مبتدئين على المطربين المبتدئين زي ما انت منع دول يستخدموا فلاشة ان كمان الكبار يستخدموا فلاشة ووضح كمان يقول لانه كبار المطربين انتهت صلاحيتهم او انتهت صلاحية اصواتهم حسب وصفه هو وجه الفنان تامر عبد المنعم الرسالة دي على الصفحة بتاعته وكتب الرسالة دي على صفحته الشخصية وقال فيها كده بالضبط اللي انا هقوله لكم ده رسالتي لنقيب الموسيقيين الفنان الكبير مصطفى كامل قبل منع صغار المطربين من الغناء بفلاشة على النقابة ان تمنع الكبار اللي بيعملوا كده الذين يفعلون ذلك وبكل بجاحة عملا بمبدأ التوفير من جهة ومن جهة تانية بسبب انتهاء صلاحية اصواتهم كتب كده بالضبط هل هو كان يقصد فنان معين هل كان يقصد مطرب معين ما نعرفش طيب رد عليه الفنان مصطفى كامل وقال اخي العزيز الفنان الكبير الاستاذ تامر عبد المنعم اعلم انك تعلم انني ضد قطع الارزاء بكافة اشكالها وصورها وتحملت الامانة والامانة هي ليست ادارة السوق الغنائي فقط وانما هي ادارة كيان مؤسسي هدفه الاول والاخير حماية الاعضاء المنتمين للمهنة ده كان رد الفنان والنقيب مصطفى كامل طبعا هو لو ده بيحصل فعلا ولو صغار المطربين المبتدئين بيتم وقفهم وبيتم منعهم على حس ان هم بيشتغلوا بفلاشة فاذا بالطبيعي كبار المطربين المعروفين المشهورين اللي طبعا لما انت بتجبر وتبقى ناجح جدا فبيبقى عندك قاعدة جمهورية جميرة بيبقى عندك علاقات قوية جدا فبما ان الصغارين بيتمنعوا الكبار كمان يتمنعوا هي وجهة نظر الحقيقة طيب هل انا جاهز معايا دلوقتي الفنان تامر عبد المنعم؟ يا فنان يا استاذ تامر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك طيب نعودنا دايما كده بتصريحاتك بتنزل تقلب بالدنيا بيها وفيه ناس بتزعل منك في الآخر اللهي انا يعني ما كنتش متصور انه هيجد هذا الراو او الصدق على الكلام اللي انا قلته ولكن حينما يكون هناك تطبيق لمبدأ العدالة فبما ان احنا هنمنع اي مطرب صغير او مطرب مهرجانات او مطرب شعبي او ايا كان النوع اللي بيقدمه من ان هو يغني بفلاشة وعلشان الناس تفهم الفلاشة ان هما بيجيبوا الاغنية مش لازل فرقة موسيقية هو بيشغل الاغنية ويعمل نفسه بيحرك بقه يعني بيحرك بقه ويعمل نفسه بيغني يعمل كده وياخد الفلوس ويروح والناس ببسك فطالما احنا بنعمل بهذا المبدأ لابد نطبيقه ايضا على بعض كبار المطربين اللي بيعملوا ده ومحدش منعهم زي مين انا قلت بقه مش اقول مين في بعض المطربين الكباري يعني ما بتقولش كل يعني توصد ناس معينة بس احنا كمان عايزين نفهم اصدق مين زي مين ايوه مش كل ما مش كل الناس بتعمل كده طيب دوروا بقى انت لا منتق لا حرك دوروا يعني انا ماشي وليم احنا بنتكلم مع بعض اكتر من مطرب انا شخصهم زي مين مسكين بيغنوا على ثلاثة زي مين ايوه فاق انت عايزة تبقى زي مين مش هقول مين خالص يعني انت عايزة نقول مين مش هقول برضو مين اصلا اكد حضرتك تقصد حد معينة بعينه طيب هل في حد قريب من وجهة النظر اهم من مين معلش بس كان في حد قريب من مطربين الكبار غنوا بالفلاشة قريب اه طبعا اه طيب كان عنده مشكلة في صوته كان عنده مشكلة في صوته ايوه هو اللي بيعمل كده بيكون عنده مشكلة في صوته يعني اللي بيعمل ده دايما بيكون عنده مشكلة في صوته انه هو طبعا الاجهزة والحاجات الحديثة في الاستوديوهات وفي الهندسة الصوت خلت ان المطرب وهو بيغني جول استوديو صوته يبقى حاجة ولما يجي يغني لايف تلاقيه حاجة تانية خالص ففي بعض الناس صوتهم اتدمر او صوتهم باز فاصبحوا بيتحكوا على الناس بفلاشة طيب انت زيب دول ده اللي انا بقوله لاخويه وحبيبي مصطفى كامل اللي انا بحبه وبحترمه جدا على الفكرة والصديق عزيز يعني بقوله زي ما بنمنع الصغارين من ممارسة العمل بفلاشة علينا ان نمنع الكبار من ممارسة العمل بفلاشة لان من المفترض ان احنا بنحافظ على او انتو يعني كنقابة بتحافظوا على الصناعة بتاعة الاغنية وعلى الشكل بتاع اللايف وبتشغلوا الجماعة الالتية اللي موجودين يعني ما يجيش نطر بيسافر ما ياخدش معاه فرقة علشان يوفر فلوس الفرقة والاقامات والسفر والحاجات دي ويروح طالع عامل كده انا مقدرش هطلع في يعني ما كنا بنسافر مثلا يعني من ناحية تانية برضو عشان التوفير عشان الفرقة الموسيقية بيبقى ليها بادجت برضو فهو عشان يوفر البادجت دي فبيشتغل بفلاشة بالزبط لما كنا بنشتغل بس كده انا برضو شكل حضرتك ما تقصوش البعض شكل حضرتك بتقصوش حد معين بالكلام لا لا خلص لما كنا بنسافر مع النجم الكبير للاستاذ عادل إيمان كنا احنا فرقته ايه كنا بنطلع لينا مثلا اتناشر تذكارة بيزنس كلاس ومثلا اربعين تذكارة ايكونومي في اتناشر واحد بيعودوا في سويتات والنجم بتاع الفرقة اللي هو الاستاذ عادل الإمام يقعد في سويت ملكي وفي بعض الفنانين بقى الآخرين الزمل يعودوا في قوض او يعودوا اتنينات في قوض يعني بتبقى مترتبة وتبقى مكلفة ولذلك كان الزعيم وقت ما كنا بنسافر معاه افخم القتلات وافخم الحاجات لان الفرقة كانت نجحة نجحة بعد الإمام وكان بيروح يعمل فلوس كويسة جدا يعني ده ردك على النقيب مصطفى كامل لما هو قال انا ما بحبش اقطع الارزاق فهلاك عايز تقوله لا ما هي فرقة الموسيقية دي برضو بيتقطع رزقهم بالطريقة دي طبعا يا فندم الايمال وهو الطبال والفلوت والغرب والدرامز والكمانجاتي حتى لو نطلع بفرقة كومبو حتى شكلنا يبقى كويس في الظل ايه اما بنشوف اخوتنا في لبنان اللي بيغنوا تلاقيهم جايين بفرقة مظبوطة وبياخدوا اعلى الأجور ولذلك الواحد بيحترم عمر دياب انه دايما نمبر وان في الأرقام نمبر واحد في الأرقام تلاقيه عمر دياب وما يسمعش ان حد يبقى واخد رقم اكتر منه فلما بنشوف قواتنا الليبنانيين جايين بيغنوا ومعاون فرقهم وبالشكل ده بيقدموا بيرفورمانس مش طالعين يعملوا سبوبة بنغير على من يحمل جنسيتنا ويسافر يطلع ولا يوقف حتة يشغل فلاشة ويدحك عالناس ويقعد يعني خلاص مش بلاش دي انت عايز تقولي ايه تاني يعني المسرح بيغني بدون فلاشة بيعجبك صوته او صوتها عمر دياب راميو صبري دامر حسن محمد حمائي شيرين بالرغم المشاكل يعني الكتير اللي عندها موقعاً لكن تطلع للمسرح ندور وخير سفير للاصوات المصرية يعني ها في اصواق كتيرة جميلة وجيدة وممكن ما تكونش بقى بنجوم يعني كبار سي يا انتاز عمر دياب ومن من النجوم اللي مش كبار اللي بياجبك صوتهم وبيطلعوا يغنوا بدون فلاشة مثلاً هو نجم صغير لكن صوته جميل جداً أحمد جمالي مثلاً غادا رجب ممكن تكون طبعاً قليمة غنائية كبيرة ومن أعمدة الغناء يعني في الوطن العربي لكن هي ما أقدر له كوم بتاع أن هي تنزل في حفلات كتير وكذا فمش أقدر بريخ النجومية دي لكنها نجمة في المجدد طبعاً أنغام ونجمة كبيرة في عندنا كمان أصوات جميلة جداً داخل الدار الأبرا النجمة أحمد سعر؟ أحمد سعر صوت عبقاري صوت عبقاري كده يعني ده أنا أحكب أحمد سعر هو صوت مميز جداً أحمد سعر جداً طيب خلينا نتكلم أنا متعودة منك على الصراحة تمام؟ حرارك قلت دلوقتي أنت قلت دلوقتي الأصوات الجميلة الحلوة اللي بتطلع تغني بدون فلاشة وبتطلع تغني بريئتها الموسيقية مين بيطلع يغني؟ طيب هقولك حاجة حلوة طيب أنا هقولك حاجة تانية هاي سمعين؟ أنا أريد أسمعك أنا أنا مكلمك لكي أسمعك طيب تسمعيني هارتك حقك أنا أحكي أولاً أنا لما كلموني أنا بر مصر عارفين حالك في إيطاليا وأنا علشان مع ذاتك عندي وعلشان دايماً بنعمل حلقات جميلة مع بعض وبننجح صوت طبعاً طبعاً نورني وأنا عارف أسلوبك أنك هتبضى لي وراي علشان أقول أنا مش أقول حالاً يعني أنا مش هقدر أقول في رمضان أنت مش عاملة شغلة في رمضان طبعاً أكيد 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 هتنورني طبعاً في رمضان طبعاً الحكاية أنت فهمة والناس فهمة ولو حد عمل صدش كده هيفهم ده فيها أصل خداع للناس يعني أنا مش أنا ما أحب شخص ده حد طب ما تقول للمطرب اللي أنت بتقصده ده ما توجهه الورسلة دلوقتي هو مش واحد للمطربين اللي بتقصدهم الكبار أو مطربة يعني شوفوا عمر دي حيب الرجل عنده واحده ستين سنة شكل إيه وجسم إيه وفت وصوت وتنوع في الأغاني وقدرة على الاستمرار مع الأجيال عظمة عمر دياب في قدرته على الاستمرار إن أنا كورو كنت بحب على أغاني عمر دياب وتيجي بنتي النهاردة العمرات ساعتاشر سنة تحب على أغاني برضو يعني ما بقولها إيه لكن يعني الجيل ده الجيل ده طبعا إيه كله ده الألفة بتاعنا طبعا حتى تنج مونير يقول عمرك شفتي محمد مونير بيغني على فلاشة مثلا طب وعمر مصطفى طيب وعمر مصطفى ملحن كبير على فكرة أو صحبي طبع طبع ومش أصده لكوني فكرة أن أنا أصده وهو بيغنيش على فلاشة أنا بحبها لا 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 على فكرة ده مش عصدي خالص على فكرة أنا أعتقد أن أنا عارفة حضرتك بتتكلم على مين بس أنا مقدرش أقول يعني لازم لازم إنت لتقول يعني أنamy عارفة أن كان فيه بينكم خلافات كمان وانا عندي خلافات مع مصر رجل لات حنتكلم عن الخلافات دي دلوقتي استنى اللقين في رمضان هنتكلم على خلافاتك مع مصر كلها في رمضان إن شاء الله بإذن الله طيب وجه رسالة لنقيب مصطفى كامل نعم وجه رسالة للنقيب مصطفى كامل نقيب المصطين انا بحب PP جيد مصطفى كامل مع حفظ الأنقاط صديق عزيز جدا راجل محترم استطاع في وقته قصير جدا يقول عليه أنه يثبت نفسه ويثبت وجوده النقابة ويلم كل حوله وش يعني معلم حقيقة مستقف كامل معلم ومثقف وراجل محترم وشوفي طريقة رده علي مفيش كتبة غلط باللغة العربية راجل متعلم راجل كاعد فاهم هو فاهم المنصب بتاعه وفاهم يعمل ايه أنا عايزة أقولك معرفش تعرف ولا لأ أن قبل ما يكون النقيب كان عامل معي حلقة في البرنامج بتاعي ايه شفتها وقلت له هتبقى النقيب قال لي هنشوف ومش عارف ايه ولأ أو معتقدش هتبقى النقيب أميرة ما تشوفي لي كده هبقى عميد هبقى أي حاجة كده في رمضان هقولك في رمضان أكيد هقولك ما هنعمل حلقة أكيد ما هنعمل شكرا شكرا